من قبل أن يأتي يوم وأخفى اليوم كذكر اسمه يوم القيامة إنما ذكر ما يكون فيه فعرف بشكل أكبر يعني كان ممكن يقول يوم القيامة وخلاص ما نعرفش بقى أن يوم القيامة ده ما فيش في بيع وما فيش في خلة وما فيش في شفاعة فبدل ما يذكر اليوم ذكر صفاته وصفاته التي تجعل الإنسان فعلا فعلا ينفق ويقدم من ماله كما ذكرنا في الحلقة السابقة إنما بقيت عندنا جزئية مهمة جدا واعتبرناها أنها إشكالية تحتاج إلى شرح وتوضيح فعلى بركة الله نتحدث عنها بالتفصيل في هذه الحلقة والله المستعان أريد الشفاعة هل هي مثبتة أم أنها منفية خلينا نسمع الآية وانت حكمه وشوفوا الآية بتنفيها ولا بتثبتها شوف معايا كده يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِكُوا مِمَّا رَزَكُنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهُ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَاعَةً الله يبقى لا بايع معروف هو ما فيش بيع وشير ولا فيه لا ما فيش طيب خلة يعني الخليل هينفع خليله الحبيب هينفع حبيبه ربنا علمني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يومئذ شأنه يغني إلى آخر قالوا لا شفاعة يبقى هنا بقى بالمنطق كده لما نقف عند الآية دي يبقى فيه شفاعة ولا ما فيش تقولي بالآية دي كده ما فيش بس منذ ماته ونحن نأخذ اعتقاداتنا وأحكمنا من خلال آية وحدة ولا جملة وحدة الشيء الطبيعي أن نحن بنأخذ القرآن بكليته أو بجميع آياته ونجمع الآيات مع بعضها ونقدر نخرب بقضية واضحة فالقرآن الذي قال أن هذا اليوم لا شفاعة فيه قال فيه موت آخر مش بعيد ده الآية اللي بعده مباشرة قال من ذا الذي يشفا عنده إلا بإذنه الله يبقى هنا نفهم ولا شفاعة هنا النفي المطلق ولا المقيد أو المشروط يعني فيه شفاعة بس مشروطة الآية اللي بعدها بتقول كده نقرأ كده مع بعض الآيات وراء بعضها يا أيها الذين آمنوا أنفكوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفا عنده إلا بإذنه آه الله يبقى الآية إيه نفت واللي أثبتت بشرط ها بعيد السؤال تاني وانتو هاتجاوبوا الآية هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية دي نفت الشفاعة بالمطلق أم أثبتتها بشرط ها اللي قال نفت بمطلق يرجع نفسه ترجمة نانسي قنقر